ومن الخرطوم ينضم إلينا مرسل الغد محيد دين جبريل محيمة هي الاستعدادات لعمل اللجنة القانونية التي ستبدأ في العمل اليوم صباح الخير أحمد حتى الآن المعلومات التي تم إبلاغنا بها هو أنه فعليا ستبدأ لجنة قانونية مصغرة من أربعة أشخاص اثنان من كل طرف هذا إلى جانب السكرتارية طبعا في إعداد مسودة الاتفاق بصورته النهائية ولكن لم يتثنى لنا الحصول على معلومة عن مكان انعقاد هذه الاجتماعات ويعني ساعتها تحديدا نتوقع أن تكون بعيدة عن الإعلام لطالما هي إعداد مسودة قانونية بكل تعقيداتها وتفصيلاتها هذه المسودة ينبغي أن تكون جاهزة خلال مدة أقصاها 48 ساعة ابتداء من فجر يوم أمس وبالتالي نتوقع أن تفرغ اللجنة من ذلك مساء اليوم ربما في وقت متأخر على أقصى تقدير وبإعداد هذه المسودة أحمد يكون طرفاء العملية السياسية في السودان المجلس العسكرية الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على استعداد لتحديد موعد لتوقيع اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها أسبوع ابتداء من مساء أمس الأول وهو موعد إعلان التواصل لاتفاق يتوقع أحمد أن يحضر هذا الاجتماع حضور دولي يعني رفيع المستوى حتى الآن تثنى لنا الحصول على تأكيدات على أن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إضافة إلى ممثلين من مفوضية الاتحاد الأفريقي ربما مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فكي يكون حضورا بطبيعة الحال باعتبار أن أديس أبابا والاتحاد الأفريقي هم الذين هندسوا هذا الاتفاق وهم الذين قادوا طرفا النزاع في السودان إلى بر الأمان بالضغط عليه على كل الأطراف حتى يتوصلوا إلى هذا الاتفاق الذي أنهى ثلاثين يوما من الاحتقان والشد الأمني والسياسي المتواصل في السودان بعد ذلك يتوقع أن يتم الإعلان عن رئيس الوزراء أيضا في مدة أسبوع ابتداء من صبيحة يوم أمس أن يسمى رئيس الوزراء بالتوافق بين الطرفين الحرية والتغيير والمجلس العسكري طبعا الحرية هي التي سترشح اسم رئيس الوزراء ليبدأ بعد ذلك التشاور مع الطرفين لتشكيل الحكومة من حكومة الكفاءات التي طالبت عدة جهات من بينها تنظيمات فاعلة في الحرية والتغيير أن تحتوي على أسماء غير الأسماء الحزبية التي قد سطعت في الفترة الماضية كان نجوم سياسينا في الأحزاب السياسية الماضية وهذا ما تحققنا منه بالفعل باتصال مع ساطع الحاج وهو واحد من الذين تم ترشيحهم أو تداولت معلومات عن أنه سيتولى حقيبة العدل في هذه الوزارة وأكد أنهم في الحرية والتغيير تواثقوا ميثاق غير معلن على أن حكومة الكفاءات يجب أن تشمل أسماء بعيدة من نجوم السياسة الحزبية محيدين جبريل مراسل الغد من الخرطوم شكرا لك